هي تبدو بالنسبة لناس كتير انها يمكن هزيمة غير متوقعة يمكن آه ماتشي سوبر بطل كونفيدرالية بطل دوري الأبطال الوضع الطبيعي ان بطولة من مباراة واحدة تبقى 50-50 ده وضع طبيعي ولكن الفوارق الفنية والتاريخ وحاجات كتير جدا كانت في صالح النادي الأهلي فتبدو انها نتيجة كانت بالنسبة لناس كتير غير متوقعة ده أكيد ده أكيد نتيجة غير متوقعة لان النادي الأهلي عنده كم رصيد من الشعبية ومن البطولات ومن حرصه على الفوز بالألقاب بشكل كبير جدا في الفترات الأخيرة اتحاد العاصمة فريق محترم وفريق كويس ومعه مدرب كويس وهنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده لكن برضو عدد بطولاته عدد تواجده في أفريقيا في خبراته الأفريقية لعيبته مش بنفس المستوى اللي بيه النادي الأهلي وعشان كده جدت غير متوقعة لكن احنا لو رجعنا لحللنا المواقف ببركات بالتفصيل ممكن انا اتكلمت قبل كده وقلت ان توقيت المباراة انا مش بيعمل اعزار لفريق النادي الأهلي فيه النهاردة فيه حاجات عليهم هنتكلم فيها بالتفصيل وفيه حاجات هم معزولين فيها توقيت المباراة بالنسبة لنادي الأهلي والتحاد العاصمة هتلاقي ان اتحاد العاصمة المباراة جاي في صلحه اكتر ليه؟ الدوري الجزائري بدأ تحاد العاصمة لها حوالي اسبوعين ثلاثة في الدوري الجزائري لا ما لعبش هو المفروض ان هو الدوري بيبدأ النهاردة في الجزائر هو المفروض حتى تأجله الاسبوع الأولاني يعني هو تحاد العاصمة ما لعبش في الدوري الجزائري ما لعبش خارف لا ما لعبش هو ظروفه نفس ظروف النادي الأهلي ولكن هو كان ظروفه بادي بدري بدأ في أول تمانية تمام فأخذ الفترة دي كلها بيستعد على عكس انداد الاهلي وده انا اتفق معاك بقى في اللي انت بتقول فيه انه هو ايه كل رحط الظروف بتاعته الرؤية بتاعته هياخده اجازة كذا هنريح كذا هنبدأ المعسكر كذا كذا وبعدين هبه في النص كده تعالى اتحاد الافريقي يقوم محدد المباراة يوم 15 فاللي انا بقوله ان تحديد معاد المباراة خدم اتحاد العاصمة على اكتر اكتر من نادي الاهلي النادي الاهلي لعب مباريتين مباراة في المعسكر بتاع النمسا ومباراة هنا في مصر المباريتين دول واخش تلعب سوبر هنا فيه صعوبة شوية الحالة البدنية مش احسن حاجة وانت عارفه لعيب ان انت في البدايات ما بتبقاش لسه وصلت لطوب فورم انت عايزك 5-6 مطشاط في الدورة والدنيا تبدأ وقلت كابتن يوسي في الكلام ده حتى مبارح مع السادة المشاهدين قلت اوعوا تتخيلوا ان انتوا بكرة حتستنوا هتتفرجوا على الكورة بتاعت النادي اللي انتوا بتعودين اللي مفنش بها الموسم اللي فات دي نقطة النقطة التانية ان عبدالحق بن شيخة مدرب تكتيكي بالدرجة العالية جدا انا لعبت قصاده في 2014 اعتقد انت كنت موجود ولا كنت بطلت لعبنا دفاع الحسن الجديدي كان هو المدرب بتاع دفاع الحسن الجديدي اعتقد انت كنت بطلت لان احنا لعبنا كسبنا واحد سفر هنا ده كان في دور المجموعات لا بعد ما خرجنا من بطولة افريقيا بعد ما كسبنا الاولينية التانية خرجنا ودخلنا الكونفدرالية لا انا كنت خلاص اه كنت اعتزلت انت رحت ملعبه مع الدفاع الحسن الجديدي كسبنا هنا واحد سفر عمل مباراة تكتيكية على اعلى مستوى على اعلى مستوى وبعدين روحنا هناك لعبنا غير الطريقة خالص ابركاتا فاجئني بطريقة مختلفة خالص جاب جنين كسبونا اتنين سفر فبقنا برا وبعدين احمد رقوف جاب جن في اخر ثانية والجن ده هو اللي صعدنا به لدور المجموعات في الكونفدرالية اللي بعد كده جي جريده برافو عليك في الديه امكان التانية من الوقت الضائق فهو من المدربين اللي تكتيكيا عليين جدا شوفنا النهاردة الشوط التاني بيلعب لو بلوك زي ما انت شايف قافل بيطلع بالاستحواز رجل في رجل ما طلعتش الكرة وما كملتش بيرجع تاني ويقفل الترتيب بتاعه او التمركزات بتاعته قدر ان هو يطلع بيها زي ما عايز حد من خطورة النادي الاهلي النادي الاهلي انا كنت متصور ان الفرصتين اللي جون في الشوط الاول كان ممكن يخلص بيهم لكن عبد الحق بن شيخ لما نرجع تاني هو عمل نفس الموقف ده مع الوداد الموسم اللي فات مع نهض البركان وكانت نتيجة مفاجأة برضا كابت وكانت نتيجة مفاجأة وكسب 2-0 في السوبر وخد السوبر مع نهض برافو عليك راح مسك نهض البركان في نص الموسم راح خد بيه كونفدرالية لعبه مع الوداد ابطال الدوري خد السوبر من الوداد السنة دي انتقل لاتحاد العاصمة خد بيه كونفدرالية وخد السوبر تاني من الاهلي عشان نبدو حتى كابتن يوسف السيفي بتاعه مشرف اشتغل فعندها كبيرة في تونس وفي المغرب وفي الجزائر اشتغل في منتخب الجزائر منتخب تحت 20 سنة ومنتخب النشئين في الجزائر منتخب اول مؤقت ومسك الرجاء وكان ليه تجربة في قطر وتجربة في الامارات فهو اقرب السيفي بتاعه حتى غني هو في افريقيا يعني حافظ وعنده خبرات في افريقيا كويس جدا وشايف النادي الاهلي باصص على النادي الاهلي كويس اوي